السلام عليكم وبركاته يلا حيهم لأني مفتي شوفني مزارع وشغل في مزرعتي لكن الفتوى حق الشيخ الله يحفظه أنه جواز إخراج الزكاة نقدا أثارت كثير من الدكاترة في الجامعات الشريعة وبعض الأخوان المتمسكين وثاروا علي بالصياط وأبتكلم في الموضوعين الله يعينكم على اليوم أول موضوع أولا اللي سبب ترك الناس لليهودية والنصرانية هو الدين الذي لا يتطور إسلامنا رائع عندنا إجماع عندنا قياس يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا الزكاة من حب أو بر أو مما يأكلوا الناس طيب ذلك الزمان كان الرسول يحج على ناقة ليش ما تحج على ناقة ذا الحين يا من تركت الحج إلا بطيارة ولا سيارة بما أن الفقراء في ذلك الزمان كان حتى رسول الله بأبي وأمي هو كان يربط الحجر على بطن يومين ثلاثة يام ما حصل أكل ولذا كان التمر كويس ذلك الزمان وقعد خمسة يام لا تأكل كل تمر ذا الحين لا تجيني تقول لا أكل تمر وأكل رز وأكل كبتشين ولا أكل تمر كما كان يأكل الرسول فأقول لك أنه صحي فعلا وبنان عليه لم يعد الفقير في زماننا كفقير ذاك الزمان إن لم تأكله مات إن لم تأكله سرق الدولة ما قسرت لا يوجد لدينا فقير جمعيات تعطي الزمان في ستمائة ألف أسرة كل أسرة يصرف لها معدد ثلاثة أربعة ألاف يعني الأكل والرز والسمن والشعير وتعبية البطون فل نحتاج تعبية العقول نحتاج عقول تعمل حتى لا نصبح أول بلد في الإلحاد في العالم العربي نحن ولسنا البلد الأول لكن بسبب تعند الفتوى وتعند الناس اللي ما يخالطونا اللي ساكنين في بروج عاجية ما يدروا الشيء يصير في الساحة الشباب يحتاج من يقنعهم الفقير يحتاج من يقول خذ جوال عشان يتعلم عشان يقدر يطور نفسه عشان يشوف اليوتيوب عشان يشوف الجامعات عشان يدرس في الجامعة عساسي يحضر البلاك بود هذا احتياج الفقير الآن وليس احتياجه يحتعب بطنه تعبي بطنه يوم وتسكه 364 يوم بتقول لا نحن الإسلامنا مستمر لنا نتطور في إجماعه وفي قياسه وفي حتى اختلاف بينه وبين المذهب الثاني وكلنا مسلمين ليش أكفر الشيعة ولا أكفر الصوفية ولا فأكفر المذاهب الإسلامية المية ولا الميتين المذهب ليه حنا في سعة ربي اللي خلقناه والجنة والنار له ما هي لك انت تكفر من رأيت ولذلك أقول الدين عظيم وواسع لا تفسده علينا بضيق عقولكم خلونا نتحرك في الإسلام خلو الإسلام يحل مشاكلنا خلونا زي المغرب خلونا زي مصر شوافعة خلونا زي لا انت بسك مذهب واحد يعجبني الشيخ بن بازيوم قال ليس هلي مذهب أنا مع الدليل أين موجود الدليل أنا معه وبذلك من الأدل لهالإجماع من الأدل لهالقياس الناس يحتاجون مال ليش رح أعطي زكاة كيس رز بربعمية ريال وشلوا الفقر على ظهر وراح أطلغني بميتين واخذوا الفقر وباعوا لأخي بربعمية وصار عنده تريليون ريال التاجر والفقر ازداد فقر ونوك اليوم واحد وكلتبين بقية السنة عفوا في الكلمة نريد إسلام يتواكب معنا يكفينا الشباب اللي ما عد يقتنعوا في الإسلام لا نريد كالنصرانية واليهودية يتركون ديننا نحن ديننا يواكب ونستطيع لكن وناس يمكن ما تطوروا معنا باقي يعيشون العلماء كلهم على عين رأس وعرف أنهم ما يفتون بفتوى اللي عليهم ضغوط معينة أنهم يرون السبب سد الذراع أنهم يرون أن هذه لا أتركها شوية لبعض سنتين لكن الوضع يتغير بسرعة نحن في العولمة الناس يقنعون من خلفكم الناس يلحدون لازم إسلامنا يواكب كل التطورات يكون هو لغة العصر